نروح لخبر آخر سيد سامح شكري وزير الخارجية المصري النهاردة الخميس بدأ في زيارة لإريتريا بتستهدف طبعا دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيبقى فيه تناول للتطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي حرص مصري على دعم الاستقرار والأمن والسلام طبعا حينقشوا موضوع أمن البحر الأحمر وتطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في الزيارة دي حيبقى فيه رسالة شفهية طبعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الإريتري أسيا سفورقي تستهدف يعني يعطى دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين البلدين أفريقيا طبعا بشكل عام ومنطقة القرن الأفريقي جنوب البحر الأحمر دي أكيد بتمثل عمق استراتيجي وامتداد للأمن القومي المصري في المنطقة والحياء أنه الأمور كلها أو يعني العلاقات المصرية الإفريقية حقيقة دلوقتي بترجع تاني تشهد تحولات جذرية من عدة أشهر يمكن كانت بدأت بتوقيع اتفاق سلام بين الجارتين اللدودتين خلينا نقول كما يعرف عنهما إثيوبيا وإريتريا ده كان 9 يوليو الماضي وده يمكن الاتفاق ده اللي تم توقيعه أنها عداء ده ممكن أكتر من عقدين من الزمن وامتدت حتى لتشمل الصومال كمان وبالتاني هناك حراك في القرن الأفريقي استراتيجيات وتصالحات واتفاقيات كثيرة أصبحت تشكل الآن يعني خريطة الأفريقية ربما كلها بيعاد تشكيلها من جديد ترجمة نانسي قنقر